السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كامل تكونوا كثير وطيوركم تكون صحة جيدة خودي بعض المربيين سألوني كثير على لماذا نقوم بتغليب الحجل والخاتم أو تموه الحجل وكذلك خودي ومتى نستطيع وضع الخاتم للفيراغ بالنسبة لي خودي ليس هناك يوم محدد لوضع الخاتم هذا رجع لكيفية أن أموت على الفيراغ هناك إينات خودي عندها تنين فيراغ تطعم تنين فيراغ وهناك أونت أخرى تطعم خمس فيراغ أكيد خودي الأونت اللي تطعم تنين فيراغ راحين يكبروا بسرعة أما الأونت الأخرى اللي عندها خمسة فيراغ راحين يعطلوا شوية بالنسبة للنمو للفيراغ لهذا لا نستطيع تحجيل في يوم واحد أما نقطة أخرى خودي على كذلك يرجع للمربي إذا وضع للأونتة بدأت الأونتة تحضن في يوم واحد والأونتة اللي بدأت تحضن من البيضة الأولى هذا خودي أكيد أن الفيراغ ماهيش راح تخرج في يوم واحد وأن النسبة ونموت على الفيراغ راح يكون مختلف البيضة الأولى اللي فقست في الأولى والبيضة اللي خرجت في الثالث يوم والرابع يوم الفيراغ ماهيش راح تكون لها نفس الحجم لهذا من أحسن خودي نراقب الفيراغ من اليوم الخامس من اليوم الخامس واليوم السادس باش ميكوش عندنا حتى مشكل خودي أما خودي اللي نرجع الموضوع تغليف الفيراغ تغليف الحجر وهذا كذلك خودي ماهوش لازم الجميع كل الإينات خودي راح تنزع الخاتم من الأرجل حسب السلوك بعض الإينات خودي اللي يزعجها اللون تعتقد أنه بوراز أكرمكم الله تحوز حتى تتخلص منه من العش راح تسبب ضرر بغير قصد للفيراغ كيفية تغليف الأحجال وكيفية الخاتم الخودي من الأحسن يكون لدينا السلوك أو جيدة لكي سهل علينا طريقة تغليف فحسب بغير كل مربي وكيفية من نسبة خاتم يسحق بهذا الشكل الخودي وضعوا على الليساق أو ينتوفر عندنا أحسن خودي الليساق يشبه الرجل في المتاع الفيراث لكي يلزعج الأمتة هناك طرق عديدة خوتيم الأحسن كل واحد على كلها لكي تكون لديه نظرة لكل مرضي وبعد طريقاته أو كيف يحب يغلب هذا يرجع له ماهيش حاجة وعلى كلها كما رأيكم خفتي الحاجة الزيت ذات القطعوها بالمقصر الأحسن يكون عندنا تسكين أو بسوري كما رأيكم معي لكي يسهل علينا تقطعت على الخاتم بين الخاتم والخاتم نقص لهم على كلها نقص لهم نقص لهم حسب السلخة نقص لا ماهيش نقص لهم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة